نبدأ بقى كلام حلو عن الدوري عشانت بقى لك كتير غايب ايو نبدأ من الاسبوع الاول اه طبعا يلا نبدأ من الاسبوع الاول هاتوا الاسبوع الاول يا شباب ونشوف كابت طريق سينمان هيختار هيختار افضل حراس في الاسابيع كلها افضل حراس شايفهم بالنسبة للحالات اللي قدامه هو هيبدأ اللوتي معايا بالزمالك وبرامج مبدأين صح؟ دي مباراة الكاس اه دي اخر حاجة دي مباراة تاريخية مباراة طبعا تاريخية مباراة زمانك وبرامج دي تلاتة تلاتة وبعدين بيوصل لضربات الجزاء المباراة دي طبعا من المباراة الكبارية وليها طبعا مواقف كتيرة في حراس المرمى هنرجع تاني هنا بقى عشان نحل الاهداف وهو رجل بيحطها برجل وقف لا هو بيحطها برجل واجلال مش جلال برضو اللي معنا اه استاذ عاطية اقف هنا انا بس باخد على عواد بص عواد فين يا كابتن كريم اه على الخط المرمى ليه اه انا عايز بس يعني يرضى يرضى كمان او اتنين يرضى هتخليك تبقى قريب من الكورة ده انا بس ايه ده دي كمان ده في اللي بعدها فهنا عواد متأخر اوي عواد يعني انت وقف تحت اوي عواد او اتوف على خط المرمى فانت من فروض تبقى قدام يرضى كمان او اتنين يرضى مش يحصل حاجة مفيش فهى مشكلة خالص امشي بقى امشي امشي واحدة واحدة كمان امشي امشي اوقف 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 بص يا كابتن كريم بص كورة بقت فين مشت من على الخط 18 ودخلق بص عدد قريبة جدا من خط الست ولسه عواد فين لسه عواد فين يا كابتن كريم على خط المرمى لسه بدي ياخد الستارت فهنا الستارت ايه متأخر اوي يبقى الاستجابة الزهنية هنا بطيء اوي اثرت على ايه على اداء الحركة بص بص هنا لو عواد خد القرار وكورة اول ما كورة طلعت بالرجل الراجل وحدد كان ممكن عواد يطلع يقرب من الكورة دي وكان ممكن ياخدها قبل الراجل امشي بقى كمان وعواد بيتعامل اوقف اوقف هن حتى عواد هنا يا كابتن كريم طالع عامل بلوك بيدي فين فوق مش كده صح وكورة فين تحت تحت طبع الراجل بيكتم بالستارز اللي الراجل بيكتم بالستارز يعني كورة يعني معناها ان كورة فين تحت الكورة تحت فالطبيقية ان عواد لما يروح يعمل بلوك يروح يروح بجسمه بكله وينزل لفين لتحت حتى لو دخلت يبقى هو عمل الصح انما عواد بيعامل بلوك الفوق وكورة فين بص امشي خلاه بعد بص بص امشي 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 مشيها مشي مشيها يا هو بيعامل بلوك فيه تأخير كبير جدا من عواد امشي امشي كمان بص عواد عامل بلوك فين فوق صح خالص وكورة تحت عينه مش عليها فطبعا اول حاجة خالص تمركز عواد بص امشي بص عواد فين بيديه فين فوق مش بص عليها خالص عواد لو راح بقى بلوك بيديه وبجسمه كانت ممكن تخبط في جسمه ممتاز عندما فيه تأخير طبعا من عواد في التعامل مع الكرة في التعامل مع الكرة والتمركز كان ايه تحت اقوى بزيادة هاي بنوطي الفوق عواد وكورة تحت ده طبعا لا هدف صعب مقدرش هلوم احمد الشناوة يعني الكرة العرضية صعبة جدا وتلما تحطت بالدماغ برضو مقدرش يلعب عليها هو طبعا لعب على التوقع سنة هناك يعني راح هناك سنة يعني هو مكمل جري امشي كمان امشي كمان وبيحطها اعماد اعماد اقف هنا احمد الشناوة لعب على التوقع هنا مقدرش هلومه فيها بصراح صعب كملة تمام مقدرش هلومه في الجلد ابدا يلا شباب أسر هلو جدا دي طبعا دي برضو نفس الفكرة ارجع تاني ارجع تاني ايه ايوا اول ما راجل حطها بالدماغ اول ما رمضاني حطها بالاقف اقف لا ارجع ايه هو بيحطها بالدماغ طبعا عواد هنا ايوا بص يا كابتن كريم لسه مكان بص عواد فين الطبيعي والراجل بلعب بالدماغه عوادي بقى يعني بشايف الضلة شايف الضلة اللي عملها العرضة الضلة اللي تحت دي شايف هل لازم عوادي بقى معد الضلة دي امشي بقى واحدة واحدة كده كمان كمان عواد لسه فين مصطفى فاتح بيجري منين يا كابتن كريم مصطفى فاتح من بقى بيجري من بقى بيجري يجي جي عشر يارض ولما حط الكورة حطها منين حطها من جوة الستة دي اسهل كمان من الاولى اللي احنا اتكلمنا عليه انا لو عواد كان قريب كان بسهولة جدا يطلع 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 مفيش كرار كرار متأخر قوي اه فهنا بص مصطفى فاتح بيجري منين اوه هنا كده بص مصطفى فاتح بيجري منين يا كابتن كريم عارف مصطفى لمسها فين جوة الستة يعني مصطفى فاتح جري جي جي عشر يارضة اكتر من عشر يارضة امشي كمان 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 بص صحيح اقل السبسها منين بص عواد لو كان لو عواد على الضلة لو وقف على الضلة دي ام وطلع ياخد الكرة دي هيتحرق كم يارضة عشان ياخدها حاجات بسيطة جد مش بكامل تلاتة يارضة هياخدها وبسهولة كمان قبل مصطفى فاتحي انها ما فيش قرار ما فيش استجابة زهناية وما فيش اداء حركة وحتى هنا كمان يعني كملة كملة هو برضو منزلتش التحزي بس 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 دي طبعا القرار من الاول هو اللي بيسعر بالموضوع طب يلا شباب اللي بعد ده طبعا برضو كرة صعبة على الشناوي جدا ما يقدرش ياخدها اللي الراجل قطع قبليه اللي هو حطها لتحت السامسون فهي طبعا صعبة ما يقدرش رجعتاني ما قدر عشان ما يعملش يضرب الجزاء بس صعب على الشناوي طيب هاتولي بعدها هدف صعب على الشناوي ما يقدرش يعمل فيها حاجات دي برضو يعني برضو هي راحة ضعيفة اوقف هنا بس حلوة اوي كده بص كده على الزاويتين بص على الزاوية الشمال مش وقف النص مش وقف النص هو مرحل مرحل على الزاوية يرضى نحة الايه نحة الشمال بص لما بص زاوية بص زاوية بين نحة من بعد رجل بعد رجل اليمين لحد القائم بص مسافة دي ايه امشي بقى كده كمان امشي كمان كميلها كمان في بطء برضو في التعامل مع الكور بدأ عندما بدأ ياخد في استجابة زهنية واداء حركي كانت كورة عملتها كبتك كانت كورة عدت في تأخير برضو من ايه ده في التالت ده انا شايف ان الشناوي ممكن لو عنده قرار يطلع يلعب عليها وهي بالعرض اه الشناوي بالمواصفات الجسمانية بتاعته دي الرجل اللي لعب الكورة متقديمة من على خط الست وملعوبة كورنر فلو في قرار من الشناوي بالمواصفات الجسمانية اللي موجودة دي وعنده قرار ممكن يطلع يلعب كورة دي بوكس او يمسكها ممتاز انما طبعا بعد ما تحطت بتبقى صعبة على الشناوي يعني عشان تتحط ويتعامل معاها من المسافة دي بتبقى صعبة على الشناوي انما لو في قرار من الاول كان ممكن يطلع لان كورة وقت ده وقت في الهواء فممكن الشناوي كان يطلع ياخدها ايه وهي بالعرض